عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توفير تمويل المطلوب من النقد الأجنبي لاستلع الاستراتيجية والأدوية تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة القمح الزيت الألبان البودر كما استعرض الاجتماع اجمالية ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف حيث تمت الإشارة إلى أن اجمالية الموجودة حاليا منها بقيمة 1.3 مليار دولار بالإضافة إلى مناقشة الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعما للفلاح في ضوء توجيهات القيادة السياسية في ظل ارتفاع نسب التضخم ووجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأغذي في الاعتبار أن تكون الأولوية الخصوى للسلع غذائية والأدوية والأعلاف